أسئلة للتفكير علوم الصف الثالث العدادي سن واحد أكمل ما يأتي واحد سيارتان ألف وباء تتحركان في خط مستقيم في اتجاهين متضادين فإذا كانت سرعة السيارة ألف ضعف سرعة السيارة باء فإن السرعة النسبية للسيارة ألف كما يراها سائق السيارة باء تساوي نقاط عشان نفهمه أكتر هنفرض مثلا أن سرعة السيارة باء 50 كم على الساعة يبقى سرعة السيارة ألف كام 100 كم على الساعة عشان دعفة طيب هم الاتنين بيحركوا في نفس التجاه ولا عكس التجاه عكس التجاه يبقى السرعة النسبية تساوي مجموعة سرطية يبقى 100 زائد 50 تساوي 150 كم على الساعة طيب المية وخمسين نهاية قد ايه بالنسبة لخمسين هه تلات امثالها او تلات اضعافها يبقى اذا السرعة النسبية للسيارة الف كما يراها سائق السيارة باقي تساوي تلات امثال سرعتها اتنين تحرق الجسم في مصار دائري نصف كتره نق ليقطع مسافة تساوي خمسة طه نق فان ازاحاته تساوي نقاط احنا قلنا لما الجسم يتحرك دورة كاملة في مصار دائري المسافة تساوي محيط الدائر يعني اتنين ته نقاط والازاح تساوي صفر طيب يتحرك اديه مسافة اديه خمسة ته نقاط يبقى اتحرك كم دورة دورتين ونصف او بطرقة تانية ايه اللي اضربه في اتنين يديني خمسة اتنين ونصف يبقى اتحرك اديه دورتين ونصف طيب لما يتحرك مرتين ونصف يبقى مسافة تساوي ايه بتساوي خمسة طه نق والازاحة تساوي هنا ايه طول الكطر يعني كام يعني اتنين نق يبقى تساوي كام اتنين نق تلاتة تحرك جسم في المصار دائري نصف كطره نق ليقطع تلات تربع دورة فان المسافة المقطوعة تساوي تساوي ايه تلاتة اربعة في محاية الدائرة يعني تلاتة على اربعة في اتنين طه نق طيب اتنين على اتنين فهل واحد اربعة على اتنين فهل اتنين يبقى تسوى كام؟ تلاتة على اتنين طه نق. يبقى تسوى كام؟ تلاتة على اتنين طه نق. ده المسافة. طيب والازاحة تسوى منظرات ايه؟ فيزاغورس اللي هو طول الوطر. يبقى الجزر التربيعي نق تربيع زائد نق تربيع. اربعة استغرقت سيارة اتنين ثانية لتصل سرعتها الى سبعة امثال سرعتها الابتدائية. فان السيارة تحرق بعجلة كويمتها العرضية تساوي نقط سرعتها الابتدائية. طيب عن اتنين بتساوي ايه? بتساوي سبعة عين واحد ما هو قل لي كده? السرعة نهائية سبعة امثال السرعة الابتدائية. يبقى عن اتنين بتساوي سبعة عين واحد. طيب العجلة بتساوي عن اتنين نقص عين واحد على دلتة زي. يعني بتساوي. عن اتنين كم؟ سبعة عن واحد ناقص عن واحد على اتنين سبعة عن واحد ناقص عن واحد تساو كام ستة عن واحد طيب ستة على اتنين تساو كام تلات يبقى تساو ايه تلات امثال سرعتها ايه الابتدائية خمسة النسبة بين طول الجسم وطول سورته في عدسة مكعرة نقط الوهد الصحيح طيب بالنسبة للعدسة المكعرة ده ايه ما بتكون سورة ايه تقديرية معتدلة ومسغرة طيب يبقى هنا الجسم دايما بيكون اكبر منين من الصورة طيب هو بدأ بايه بدأ بالجسم يبقى النسبة بين طول الجسم الى طول الصورة هيكون اكبر من هيكون ايه اكبر من الواحد الصحيح ستة النسبة بين الازاحة والمسافة لجسم يتحرك في خط مستقيم واتجاه سابت نقط الوهد الصحيح طيب هنا المسافة بتساوي ايه الازاح يبقى النسبة لهم يساوي الوهد الصحيح سابعة النسبة بينه ازاحة جسم قطعة ربع دورة في مصار دائري والجسم اخر قطعة تلاتة ربع دورة نقط الوهد الصحيح عندما يتحرك الجسم في مصار دائري فان مقدار الازاحة التي يحدثها الجسم عندما يقطع ربع دورة يساوي مقدار الازاحة التي يحدثها عندما يقطع كام تلاتة ربع دورة يعني هم الاتنين متساويين في الازاحة لكن مختلفين في ايه مختلفين في الاتجاه يعني هتساوي ايه هتساوي الوهد الصحيح يبقى النسبة بينه يساوي كام الواحد الصحيح تمانية عندما يوضع الجسم على بعد اقل من البعد البقري لمرأة مكعرة فان النسبة بينه طول الجسم وطول صورته نقط الواحد الصحيح طيب الجسم عندما يوضع على بعد اقل من البعد البقري لمرأة مكعرة تكون له صورة صح خلف المرأة خلاص الصورة تقديرية ومعتدلة ومكبرة يعني الجسم بيكون لمن الصورة وبالتالي النسبة بينه طول الجسم الى طول الصورة هيكون ايه صح اقل من الواحد ايه الصحيح تسعة اذا كانت المسافة بين مركزي تكور وجهي عدسة عشرين سنتيمتر فان البعد البقري للعدسة نقط سنتيمتر طيب انا عندي المسافة بين ايه بين الوجهي يبقى نصف الكتر كام صح عشر سنتيمتر يبقى البعد البقري خمسة سنتيمتر او ترى تانية او العشرين عن اربعة يسوي كام خمسة سنتيمتر عشرة وضع الجسم على بعد عشرة سنتيمتر من عدسة محدبة بعدها البقري خمسة سنتيمتر تكون له صورة على بعد نقط سنتيمتر من الجسم طيب البعد البقري كام خمس سنتيمتر يبقى نصف الكتر عشرة سنتيمتر الجسم موضوع على بعد كام عشرة سنتيمتر يمكنه فين صح عند المركز تكون له صورة صح ايضا ايه عند المركز المسافة من اول الصورة لغاية العدسة عشرة سنتيمتر لكن هنا قال له هنا ايه المسافة بين الصورة والجسم يبقى كام عشرين سنتيمتر سنة اتنين صفحات الجسم في كل شكل من الاشكال الاتين الشكل الاول لغاقة بين المسافة والزمن يبقى ايه صح سرعة منتظمة ثم حالة ايه حالة سكون يوى سرعة منتظمة ثم سكون طيب الشكل التاني سرعة وزمن براف عجلة منتظمة مجابة ثم ايه سرعة منتظمة طيب سرعة منتظمة يبقى عجلة تساوي ايه يبقى عجلة تساوي صفرة طيب الشكل التالت عجلة وزمن عجلة منتظمة مجابة يبقى عجلة منتظمة مجابة ترجمة نانسي قنقر